اشتركوا في القناة إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد محبوظة برادة ومحبوظة محبوظة محبوظة بخطوة اليوم ذهبت إلى نفسي عن طريق كيف نحن 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 باردنا ومشاركنا ومعنا نحن 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 ومعنا نحن نحن وانهما مرحبت محبوظة محمد صلى الله عليه وسلم حديث من تلك حديث محمد صلى الله عليه وسلم اسمع خلقه وانهها وان هذا حديث أعتقد أنه يجب أن يكون هناك وكذلك في كل واحدة المنزل أو في العمل لكي تتذكرون أنفسكم وعلى أصدقائكم وعلى أصدقائكم. رفت محمد صلى الله عليه وسلم تقرأ هذه الحياة إلى 5 أفضل الأفضل الأفضل الأفضل. يجب أن نحن نستخدمهم. يتذكرون أننا قمنا بمتابعة عن هذه الأفضل الأفضل الأفضل. ـ قمنا بشكل عام بشكل أفضل. نحن نتحقق في نفسها حديث. ولكن كم لمدة عامنا نحن أفضل هذا الحديث ومشاركها لنا نفسنا وفي حياة نفسنا الأول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احضر ومشاركة المدينة قبل أن تصبح مدينة أو مدينة المدينة المدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بمشاركة المدينة لأنها تلك الأنين تتعلم أن تكون مدينة تكون في حياة ومشاركة تلك الأنين تكون مدينة لتقوم بمتعارك ومشاركة منك رفت محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بمشاركة هذه الأنين أو هذه الناس ما هو لتعرف من مستقبل أن تكون مدينة ومشاركة تلك الأنين أو حتى مدينة الأنين ومشاركة تلك الأنين مدينة تلك الأنين تحرق الأنين تحتاجها مدينة تحتاجها مدينة لذا فعل الله سبحانه وتعالى لك أخرى لتحضر. لذلك اجتب تحضر من تلك الأن. إذا كنت تكون أبطاء أو توجد أخواتك الذين هم أعطاء منك أفضل منك. أحاولك أن تتعب فيهم وإنهارهم ما هي المهمة لكي تحضر المملكة من تحضر المالية والدائمين. ومن ثم منذ عاماً ستكون المعيشة عندما تصبح عمرين الثاني المعيشة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلمنا وعنده وعنده على نفسه أن تتعلم المعيشة من المعيشة عندما تكون محيشة عندما تكون في قصة محيشة قبل أن تكون خيراً محكوة. كمثل مرة أحد كثيراً، كنت مرتبطة مجلسة، جمعاً ونحباً لتلقى البلد، جمعاً للمجلس والتحديد وكذلك أساسم ، أجل ونصبت تصبح مخفراتك ومنذيك أن تكون في شبك. قبل مرة أخرى، كانت أجلًا أخرى، في المرة أخرى لمدة ما أرى أستطيع إطاعت من ايضا سبيلاتي وفرأي صديقاتي أصبح بشيء من الله سبحانه وتعالى أستطيع إطاعت من ايضا لأنني لديك فضل فقط تراحل المرحلة الأهمية من الحياة عندما يصبح لك حدث على المرحلة في حالة الأن أماكن من الحياة because we know that Allah سبحانه وتعالى what you used to do while you are healthy when you become sick and you are unable to perform your good deeds towards Allah سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى will count them for you so get use and the advantage of your healthy status at the moment before you become sick the third advantage is about the most important thing is your free time get use of your free time before you get busy unfortunately there is a very almost ongoing statement that how we going to kill our free time Allah سبحانه وتعالى when he created us he created us in this life for a purpose وما خلقته الجنة والإنسة إلا ليعبدون our real existence our own Allah سبحانه وتعالى his creation is to worship him there is nothing called a free time in محمد صلى الله عليه وسلم our free time our free time is to do dhikr they will have no free time whatsoever the moment you realize that you belong to prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم look at the old generation prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم and the followers as well as even your grandparents let's say 25 years ago 30 years ago before the smartphones and the social media is in our hand how the people were living in the rural areas there are people in Africa and those areas where they don't have electricity they wake up with the sunshine and they go to bed when the sun sets so you can imagine this is their day there is nothing called a free time but the moment you start to have a free time this is the moment you will let shaytan to come in prophet محمد صلى الله عليه وسلم advised us to get use of those free time all of us being parents either right now in the summer time most of our kids our children they're going to have the summer leave for a couple of months maybe six weeks their parents will accompany them in their summer leaves either a week four weeks six weeks look carefully what you are going to spend in those six weeks if you're going to call it as a summer holiday summer holiday meant for you to have a station of to stop to think carefully what did we do for the previous months get use of this summer vacation to get the benefit and to teach your kids what is the outcome of this six weeks or two months of summer holiday there is nothing called again my brother and sisters in Muslims Muhammad صلى الله عليه وسلم his nation something called a free time our free time to be spent in relationship with Allah subhanahu wa ta'ala the fourth advantage prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم told his own is that get the advantage of your wealth your money whatever you earn all of us we are so much materialistic we know this and we are trying to work hard to spare some money for our future kids for our future existence but how many times we are having that wealth and we invest and spare some of this for our hereafter when we are going to meet Allah subhanahu wa ta'ala prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said and one of them a son who is going to do a prayer for you and on the day of judgment you are looking forward you are looking right and left finding صدق on that day of the hereafter nowadays temperature is 50 55 and so on and we all of us are suffering from the outside temperature did you ever think how much you can spare from your wealth while you are having the conscious for the day of judgment when the temperature will be more than whatever we are right now experiencing my son were just reminding me three days ago he said dad while we are right now with this temperature it came to my mind that there is a very beautiful hadith prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said who 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 whatsoever memorise surah al-baqarah and al-umran those two surahs if you just memorise nothing except those two surah from this al-qur'an al-kareem they will they will be the two clouds on the day of judgment to be in top of your head how many times we read this hadith and we try our best to memorise surah al-baqarah and surah al-umran this is the time brother and sisters to teach yourself to learn to teach your kids how we can memorise surah al-baqarah and surah al-umran because on the day of judgment when the temperature goes up and the whole people will be in that gathering in front of Allah waiting for their own assessment by Allah you will be drawn with your own sweat you will be so much in need for something to give you a shed and in that day of judgment who whatsoever memorise surah al-baqarah and al-umran they will be the two clouds on top of your head on the day of judgment the last fifth advantage I will leave it for the next khutbah I will من فرمه نفسه. لأنه هو مرسي من الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. من فرمه نفسه. في محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث. اقتنم خمسا قبل خمس. الأخير. 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 أن تسمر. كل ما يقومون من الأخير. واقتنم حياتك قبل موتك. احسن من حياتك. قبل أن تذهب ويأتي. كم عمد موتك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أعلمنا. عندما يتحدث عن الحيات. عندما يأتي إلى أي مجتمع. مجتمعين يتحدثون. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نسمع الضالحة. عندما يستطيع الحياة فقط يستطيع الحياة فقط. لا يوجد الحياة. لذا استخدام الحياة. استخدام الحياة من هذه الحياة قبل أن تخرج وتخرج. لأخلصي أخي والأخي، المساعدة المساعدة لخطبة اليوم هو أنه لا يوجد شيء يسمى في الوقت المسلمين المساعدة محمد صلى الله عليه وسلم. استخدام الحياة لكل وكل وقت في هذه الحياة. لأننا سوف نستطيع الحياة فقط. وسوف نكون مع الله سبحانه وتعالى لفضيلة بعد هذه الحياة. اللهم وانصرهم على من عداهم. اللهم وأرن في اليهود عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم وانصر إخوانا وجاهدين في بلسطين. اللهم وانصرهم على من عداهم. اللهم ورزقهم الشهادة في سبيلك رب العالمين. اللهم وطعم جائعهم. اللهم وتقبل شهدائهم. اللهم وعافي وشاب جرحاهم. اللهم وأرن في اليهود الصهاية شر عجائب شر عجائبك رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحق لهم غاية. اللهم اغفر للمؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم الأموات. حنك سميع مجيب للدعوات. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. ترجمة نانسي قنقر